انا كنت عاوز اسأل بخصوص في بعض الناس عندهم ميول جنسية للجنس الاخر فهل يجوز ليه شرعا ان هو يعمل تحويل للجنس ان هو يحول الجنس طالما عنده يعني واحد ذكر ويريده ان يكون انثى مثلا او انثى وتريد ان تكون ذكرا وجود بعد الجينات في الجسم مش مزاج مش كيف عنده كده لانه جينات مثلا عنده تسدي عنده حاجة هناك ما يسمى بالجمع بين الهويتين والجمع بين الهويتين يسمى في لغة العرب المخنث فالمخنث يحدث خلل ما في التركيبة العضوية فيخرج وهو محير لا يعرفون هو ده ولد ولا بنت ممكن يكون ولد فيكتب بنتا وممكن يكون بنت فيكتب ولدا وحين اذن بيسموه الفقهاء المشكل والمشكل له صور وله اوضاع معينة عضوية ونفسية وطبية وعندنا لجنة في مصر لعرض مثل هذه الحالات واللجنة بيبقى فيها الأطباء المختصون وبيبقى فيها مندوبون من الأبحاث البيولوجية وكذا ويبقى فيها مندوب من دار الإفتاء المصرية وهناك قواعد يسيرون عليها قواعد دقيقة تبين هل هذا يحتاج إلى ذلك التحول من أجل هذه الحالة التي جمع فيها بين الهويتين أو أنها مسألة تتعلق بالنزق النفسي والمحاكاة وبيحدث فيها تقرير واللجنة مكونة من عدة تخصصات ومن أكابر المختصين في هذا فيجوز شرعا وقانونا أن يفعلوا هذا اشتركوا في القناة